أهلا بكم من جديد مشاهدينا نتحدث اليوم عن فعليات التي أقرتها خلية الأزمة والجنان متابعة قضايا وكالة الغوط سلسلة تواكب اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقطاب الرئيس محمود عباس الخميس المقبل نعم وأيضا رفضا لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرتها بحق الأنور وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نصديف معنا محمد عليان رئيس اللجنة الوطنية العليا لدفاع عن حق العودة أهلا بك أهلا وسهلا فيك قاما كنا في المقدمة لجان متابعة الغوط قررت سلسلة من الفعاليات الرافضة لقرارات الولايات المتحدة بحق الأنور وأيضا لمواكبة خطاب الرئيس في الأمم المتحدة يوم الخميس لو نتحدث عن هذا الموضوع وسبب اختيار هذه الفعاليات يعني أولا انطلقت الفعاليات وسلسلة من الفعاليات في معظم محافظات الضفة الغربية وأيضا في غزة وأيضا في الأقليم في الأردن ولبنان وفي سوريا مع بدء الخطوات الأمريكية بوقف المساعدات أولا تجميدها تقليصها ثم تجميدها ثم وقفها بالكامل للأنورة طبعا هذه الخطوات هي ضد الشعب الفلسطيني وهي عدوان على الشعب الفلسطيني وهي حاولت أيضا ضغط على الجانب الفلسطيني للقبول بالأمر الواقع والقبول أيضا بما تسمى بصفقة العصر هناك العديد من المشاكل التي ممكن أن تحدث في هذا القبيل لكن اللاجئين مدركين أن هناك أخطار جسيمة ستواجه أو تواجه شعبنا الفلسطيني طبعا المؤامرات تحاق ضد القضية الفلسطينية وتستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته منذ بدء بالاعتراف في القدس عاصمة لدولة الاحتلال وهذا المشروع وهذه كانت بداية إلى مخطط كبير لشطب قضية اللاجئين والعودة من خلال ضرب المؤسسة الدولية التي أسست في عام 1949 بقرار أيضا أممي رقم 302 وصاحب الحق المفروض أن يكون جمعية العامة الممتحدة والمجتمع الدولي كافة لكن أمريكا اختارت أن تكون بمنأة عن قرارات المجتمع الدولي والقرارات الدولية بأن تكون مع هذا الكير الغاصب الاحتلالي وتبني وجهة نظره وأيضا الدفاع عنه ونحن رأينا عندما قامت بالاعتراف في القدس عاصمة لدولة الاحتلال وكانت قرارات الجمعية العامة التي كل الدول كانت مع الحق الفلسطيني والقرارات الدولية وأقدمت أخيرا على قضية وقف المساعدات للانوار للضغط على الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية لتمرير ما تسمى بصفقة العصر التي نحن مدركين بأن بدون الفلسطينيين لن يكون هناك أي مبادرة أو صفقة وبدون أن يكون هناك حق الفلسطينيين وبدون القدس وبدون اللاجئين لن يكون هناك لا طولة مفاوضات ولن يكون أي سلم يعني لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذه الفعالية الفعاليات التي ستقام غدا إن شاء الله نعم يعني من سلسلة كما قلنا الفعاليات انبثقت قبل فترة فعاليات متعددة وأيضا ستكون هناك غدا 26 الشهر خروج لطلاب المدارس في كل المخيمات كان عطوا في الضفة الغربية ولبنان وفي أكثر من إقليم تنديدا بالقرار الأمريكي وأيضا هي خروج لمواكبة ما يحدث وخصوصا خطاب الرئيس الذي سيكون يوم الخميس في السبع والعشرين من أيلول والخطاب نحن نعرف تقريبا ومتأكدين أنه سيتضمن الكثير من النقاط ومن أهمها قضية اللاجئين والحفاظ عن أروا وضرورة مساهمة الدول لهذا الموضوع وتحميل المجتمع الدولي بقضية خيار السلام بحل دولتين والكثير من القضايا لكن نحن في المخيمات واللاجئين يهمنا كثيرا هذا الخطاب بشكل كبير لأنه سيطرح أيضا معاناة اللاجئين ومطالبات بأن يكون وقف لهذه الإجراءات الأمريكية بوقف المساعدات وأيضا تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه القضايا الكبيرة وقضية اللاجئين نعلم أن من عنده عام 1948 بالهجرة الأولى التي حمل أيضا مسؤوليتها المجتمع الدولي حين اعترف بإسرائيل وحين أيضا أقر القرارات الدولية من ضمنها قرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الذين يجب على هذا المجتمع الدولي لحفاظ على هذه القرارات وإجبار هذا الكيان الغاصب الاحتلالي بالقبول بالقرارات الدولية يعني الولايات المتحدة كما قلت وتحدثنا كمان في البرنامج الصباحي حول قطع المساعدات عن الأنر وعن كمان أيضا قطع المساعدات عن بعض مستشفيات القدس في تمويلها ولكن وبعض الدول أدانت هذه القرارات وبعض الدول قررت أن تنوي تقديم مساعدات لأنروا نحكي شوية عن تحركات التي صدرت بخصوص هذا الموضوع وردود الفعل التي كانت بخصوص المساعدات أولا قيمة المساعدات الأمريكية لأنروا تقدر بـ 365 مليون في السنة وهي تعادل من قيمة 40% من إشيء أساسي لتقديم المساعدات لأنروا لا نخفي أن هذا المبلغ عندما يوقف يشكل عثر بتقديم المساعدات والبرامج المقدمة للاجئين الفلسطينيين في كل الأماكن لذلك هذه الفجوة يجب أن تسد ويجب أن يتم التقديم والاستمرار في البرامج المقدمة للاجئين الفلسطينيين خصوصا في المناطق المنكوبة مثل سوريا وغزة وأيضا حال شعبنا في لبنان الذي يواجه أيضا صعوبة كبيرة في الحياة اليومية والمخيمات الفلسطينية لذلك نحن نعول على الدول الصديقة والدول المؤمنة بحق شعبنا الفلسطيني وأيضا مؤمنة بالقرارات الدولية بمساعدة الأنروا في سد الفراغ التي نتج عن وقف المساعدات ونحن نعلم أن هناك العديد من الدول إن كان الأوروبية والأجنبية والغربية أو حتى الدول العربية التي تعتمر بأوامر أمريكية وللأسف الشديد ونحن رأينا تصريحات ترمب الذي أعلن فيها أن سنسمح لأبعض الدول الخليج بتقديم المساعدات هذا العام للنروا وبشروط فقط هذا العام يعني نحن دائما نريد أن تنتصر الدول العربية للحق الفلسطيني وأن تقب بجانب القضية الفلسطينية وأيضا المجتمع والحكومات للأسف لم ترتقي لا المجتمع الدولي ولا الدول العربية ولا الكل الوقوف فعلا بجانب الشعب الفلسطيني والاستمرار في تقديم المساعدات نحن نطالب أيضا كنا بحماية دولية من جرائم الاحتلال المستمرة والتي ترتكب ضد شعبنا يوميا لذلك تأتي كمان هذه الأمور لتمرير صفقة العصر والتي تحاول أمريكا بكل السبل طبعا مع إسرائيل أن تمرر هذه الصفقة ونحن نعلم متأكدين بأن الجانب الفلسطيني بدون أن يكون واقفا على هذه الأمور لن تمر هذه الصفقة مهما كانت المعانيات نحن مررنا خلال سبعين عاما بالعديد من المؤامرات والتحديات التي واجهت شعبنا وواكبت كمان الثورة الفلسطينية وما زالت الآن وبالعكس الضغط في هذه المرة كبير جدا نحن أمام منعطف كبير وتحدي كبير لدى القيادة الفلسطينية وخصوصا في هذه المرحلة بالذات التي يعني أنا أسمي المرحلة وكأن القيادة بين المطرقة والسنديان بين المطالب والضغط الكبير وبين الحقوق الوطنية الفلسطينية التي نتمطرس خلفها بالثوابط الوطنية نعم أيضا هذه الفعليات هامة جدا علينا التركيز فيها لنخاطب الرأي الدولي أكثر ممكن من الرأي المحلي لكي نؤثر إلى الدول الأخرى يجب أن تعلم أمريكا وإسرائيل وأنا حتى لا أحب أن أقول كلمة إسرائيل هي دولة احتلال والمجتمع الدولي بأن الأمور ممكن أن تنفجر في أي لحظة نحن نتحدث عن نصف مليون طالب هؤلاء أين سيذهبون إن فعلا توقفت الوكالة عن تقديم الخدمات هناك مئات الآلاف من المراجعين الذين يرجعون الحيادات اليومية في المخيمات المختلفة لذلك هناك تخوف كبير ما تقول إلي الحال في المستقبل وهذا ينذر أن هناك أخطار جسيمة وكبيرة ممكن أن تحدث لذلك على المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته لأن الأمور لا أعتقد أنها ستكون كما يريد العالم وستمضي بكل هذه المتغيرات التي ممكن أن تحدث بدون أن يكون هناك ردات فعل وردات فعل كبيرة نحن رأينا حتى مسيرات العودة التي حدثت في غزة وهذا الكم الكبير الذي نزل إلى الشوارع والذين هم يعني يواجهون حالة إنسانية وحالة اقتصادية صعبة نتيجة الإحباط ونتيجة التجويع ونتيجة كل هذه المسائل لذلك هذه المعرضة بأن تكون في كل معظم إن كان في الضفة الغربية والمخيمات وأيضا في لبنان وفي سوريا والأردن لذلك نحن نحذر ونحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولية ما سيحدث جراء هذا الموضوع ونحمل مسؤولياته أيضا بأخذ جمام الأمور والوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني ولجم أيضا دولة الاحتلال عن موارساتها ضد أبناء شعبنا اليوم قضية اللاجئين نتعرض لمؤامرة كما قلت وهذا لمؤامرة لتصفية القضية وتصفية قضية اللاجئين تحديدا وحق العودة وهذا ما تريده أمريكا والولايات المتحدة ولكن من المهم في هذه الأثناء هي تحرك أبناء شعب الفلسطيني بداية بإنهاء الانقسام والتوحد لمواجهة التصدي للإحتلال فلو نحكي عن هذا الموضوع وأهمية القيادة الفلسطينية التوافق كيفية تصد القيادة الفلسطينية ما هي الأوراق المطروحة قدام القيادة في ظل قتال المساعدات في ظل خطاب الرئيس ما هو المتوقع في هذا الموضوع الكل مدرك أن الوحدة دائما تؤدي إلى القوة وأيضا إلى الصمود لذلك شعبنا الفلسطيني طواق منذ سنين عديدة منذ الانقسام الذي حصل طواق إلى الوحدة وإلى لم الصفوف والتمترس خلف وحدتنا وثوابتنا الوطنية الفلسطينية لذلك أنا أتوقع والجميع يعلم أن الأياد كانت ممدودة والطاولة أيضا مفروضة لكي يلتأم الشامل الفلسطيني لن تكون هناك دولة فلسطينية داخلها إمارات دولة فلسطينية وحدود فلسطين معروفة هي غزة والضفة ليس تكون هناك إمارة وإمارة هنا أو إمارة هناك لذلك الشرعية أيضا الفلسطينية والمتمثلة بالرئيس محمود عباس هي قيادة شرعية يجب أن تصدل تحت إطار منظمة التحليل الفلسطينية كل الفصائل الوطنية الفلسطينية من ضمنها أيضا كمان حماس هناك العديد من الجولات من المصالحة والتي يعني اعتقدنا أنها ممكن أن تؤدي وتثمر هذه الجهود عن شيء ملموس عرض الواقع للأسف الشديد هناك بعض الفصائل أو الحركات لها أجندات خاصة وهذه الأجندات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق والتي هي فيها مصلحة للشعب الفلسطيني نحن دائما ندعو القيادات الفلسطينية كاملة بالمنأة عن المصالح الشخصية والفئوية والحزبية والحركية بالرجوع إلى المصلحة الوطنية المصلحة الأساسية وهي الوطن والشعب والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني يعني أستاذ محمد كيف سوف يتم تصدي لقرار الولايات المتحدة فلسطينيا بقطع المساعدات عن الأنروا كيف سوف تتخطون هذا الموضوع يعني هذا موضوع أنت تعلمين أن الإمكانيات الفلسطينية محدودة لكن نحن نعوله كثيرا أولا لابد أن يكون هناك حراك شعبي المتضررين يعني كل شعب حال شعبنا الفلسطيني متضرر نحن نرى المستوطنات والاعدداءات وما يحدث الثلقان الأحمر وكل هذه المسائل وأيضا ضرب قضية اللاجئين تلك كل هذه المسائل بحاجة إلى فعلا نهضة شعبية ومقاومة شعبية لهذا الاحتلال وأن نرى للعالم أننا شعب لن نردخ وسنبقى متواصلين بنضالنا مهما كانت التضحيات هذا جانب وجانب مهم جدا لذلك الجانب الآخر نعول كثيرا على الدبلوماسية الفلسطينية الناشطة التي نرى الرئيس يجوب البلدان وتطرق للمسائل الكثيرة ونحن نعرف الضغطات نعرف التحديات ونعرف أنه يحاول أن يرضي الكثير من الأطراف لذلك لم تغلق الأبواب أمام الدبلوماسية الفلسطينية وأيضا نعول على المخلصين من الحكومات إن كان الصديقة أو الغربية في المجتمعات المختلفة ونعول أيضا كمان عن طول العربية والإسلامية التي بالأساس يجب أن تقف مع القضية الفلسطينية ويجب أن تقف مساعدين وأيضا يناضلون عن يعني هم عندما يتمسكون بالقضية الفلسطينية ودفعون عنها هم يدفعون عن الأقصى عن القدس أولى القبلتين وثالثة حرمية الشريفية التي تهم مليار مسلم لذلك يجب أن ترتقي الشعوب العربية والحكومات العربية والإسلامية إلى الواقع التي تواجه الشعب الفلسطيني أنا أتوقع أن للأسف الشديد يعني شعبنا الفلسطيني والقيادة الفلسطينية الآن هي بحالة لا تحسد عليها مؤامرات كثيرة تحديات كثيرة والضغطات أيضا كثيرة لذلك يعني أنا دائما القيادة الفلسطينية نحن بحاجة إلى أن يكون الشعب خلف هذه القيادة وخصوصا بالتوجه في خطابه للأمم المتحدة وعندما يخرج ويصعد إلى منبر الأمم المتحدة الرئيس محمود عباس هو يصعد بأحلام وطموحات وآمان وإنظار الشعب الفلسطيني بكامله بكل أماكن تواجده كان في الوطن أو في الشتات هذه الرسالة المتمثلة بهذه الشخصية وهذه القيادة يجب على الكل الفلسطيني التي تمثل جميع الفلسطيني هنا أكل عواقب شديدة وكثيرة ومخيمة ممكن تؤثر على جميع الشعب الفلسطيني أيضا وليس اللاجئين نعم أكيد نعم اللاجئين ما هي رسالتهم إلى سيادة الرئيس كونه عنده مؤتمر يوم بعد غالب الخميس أنا كنت قبل أيام أيضا في لبنان وزرت المخيمات الفلسطينية هناك حالة من لن أقول الإحباط هناك حالة يومية متردية من وضع اقتصادي صعب جدا حياة إنسانية صعبة جدا كل اللاجئين وكل المخيمات وكل الفلسطينيين يبعثون برسالة إلى سيادة الرئيس محمود عباس وهو متوجه إلى المؤمن المتحدة هناك نوع من التأييد وهناك ثقة وهناك ارتياح بأنه سيحمل آلامهم طمحاتهم ونضلتهم وعذاباتهم إلى ذلك المنبر ليتحدث ويقول نحن كشعب فلسطيني صابر صامد فتحنا الإمكانيات التي لم نرغب بها لأن نتوصل إلى الحد الأدنى من حقوق الوطنية الفلسطينية لكن هذا المحتل يرفض لكن هذا الأمريكاني المتبجع الآن بشخصية ترمب والإدارة الأمريكية التي تشن عدوان هذا عدوان على الشعب الفلسطيني يجب أن سيخاطب هذا المجتمع الدولي وسيحمل رسالة الشعب الفلسطيني ونحن معه قلبا وقالبا وكل جماهيرنا الفلسطينية معه في هذا الخطاب وهذا التوجه من على منبر الجمعية العامة المتحدة التي سيخاطب جميع الدول ويحمل المسئولية الكاملة لهذا المجتمع الدولي وهو شريك نعم بالهجر الأولى وهو شريك أيضا بالاعتراف بهذا الكيان الغاصب وأنا أذكر كمان أيضا في كل المنابر أن قرار 181 القاضي كان بالاعتراف بهذا الكيان الغاصب كان مشروطا بالاعتراف بالجانب الفلسطيني إلا ذلك منذ ذلك منذ عام 48 49 إلى غاية الآن لم يتحقق في هذا القبيل أنا الأوان للجميع أن يتحمل مسؤولياته أنا الأوان أن يقول لأمريكا كفى لهذا الاحتلال كفى كفى 70 عاما من ضرب القرارات الدولية وعدم إعطاء الحقوق للفلسطينيين لذلك نحن كشعب فلسطيني وكلاجئين وكمخيمات متأكدين بأن الرئيس سيحمل هذه الرسالة ونحن ندعمه ونحن معه ونحن نطالب كل مجتمعنا الفلسطيني والشارع الفلسطيني أن يتوجه إلى المشاركة في الفعاليات المقامة غدا هذه الرسالة الآن ساعة 11 في كل المخيمات سيخرج الطلاب يحملون الأعلام الفلسطينية سيحملون أيضا أعلام الأمم المتحدة الذين لغاية الآن هم يعني عندهم أمال بأن فعلا يلبي المجتمع الدولي وأن يضغط على هذا الاحتلال وأن أيضا تكون رسالة داعمة لسيادة الرئيس في توجهه وستكون أيضا يوم الخميس هناك في ساحات المدن الرئيسية شاشات ليكون العرض الخطاب يوم الخميس ساعة 6 ونص هذه الدعوة لجميع المشاركة ستكون في مثلا على سبيل في رمالة على ميدان شهيد ياسر على فلسطة تكون شاشة كبيرة وتواجد في نابلس في أكثر وفي معظم المدن الفلسطينية نحن نتوجه لكل أبناء شعبنا بمشاركة في الفعاليات ومشاركة في الفعاليات يوم الخميس وغدا وهناك أيضا فعاليات مستمرة ستكون في رجوع الرئيس وأيضا يوم الإضراب وعلى ذلك إن شاء الله أستاذ محمد عليان رئيس اللجنة الوطنية العولية للدفاع عن حق العودة شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا الصباح الله يصبحكم بالخير نلقاكم غدا ونذكركم بأنه يمكن إعادة مشاهدة فقرات البرنامج على يوتيوب وعلى فيسبوك على قناة فلسطينية وعلى الله يصبحكم بالخير شكرا لكم على هذا المشاهدة ونلقاكم غدا بإذن الله اشتركوا في القناة